اشتركوا في القناة اصابة المئات من اللبنانيين من بينهم نساء واطفال وتعرب مصر عن قالص تضامنها مع لبنان واشعبه الشقيق وعن قالص تعزيها لأسر الضحايا وتمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين وتؤكد رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه كما سبق وانحذرت مصر من خاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن قطر التوسعه بما يهدد بنزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة واحتواء المخاطر التي ندكد عن الحرب هناك تدعو في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام كما تدعو مصر إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورا والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية ويتحت الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته الحربية نفذت الماضية أكثر من 650 طلعة هجومية خلال 24 ساعة الماضية على لبنان وقال متحدث للجيش الإسرائيلي عبر منصة X إن طائرات حربية ومصيرة نفذت خلال آخر 24 ساعة حوالي 650 طلعة هجومية لإزالة التهديدات كما هجمت مباني سيارات وجنى تحتية وجدت بداخلها قضائف ساروخية وسواريخ كما وجدت قذفات سواريخ وطائرات مصيرة تشكل تهديدا وكانت مصممة لاستخدامها ضد إسرائيل وفق قوله كما أعلن أفقاي أدرعي الاثنين أن الجيش شن هجوما جويا وساعا على أهداف قال إنها تبعة لجماعة حزب الله اللبنانية مشيرا إلى أنه على مدار الساعات الماضية هجم الجيش أكثر من 1100 هدف باستخدام أكثر من 1400 من أنواع الذخيرة كما أوضح أن الهجمات تهدف إلى إزالة ما سمناه التهديد على الإسرائيليين وتقويد القدرات والبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله مشاهدين الكرام إلى هنا نقوم وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى